كابت المسلمة مين لفت نظرك في تجربة النهاردة؟ أنا عجبني أحمد نبيل كوكا من ساعة ماتش أمبي هو النهاردة يعني الماتش سهل بالنسبة لمعظم لعبة النادي الآلي مش هيبقى في حكم نهائي على حد من مباراة يعني بالمستوى ده بس بسفتك أن أنت كنت عضو من أعضاء الجهاز الفني في النادي الآلي فترة طويل كنت مثلا بتعمله مباراة ودية إنك للوقوف على مثلا مستوى لعيب معاية أو 2-3 لعيبة هل المباراة دي تديك انطباع جيد عن حالته الفنية؟ يعني مش هتديني انطباع 100% هتديني يعني اطمئنان للحالة مثلا شوية الواحد بيجري كتير الحالة البدنية ثقة ترجع لواحد زي حسام حسن جب جنين النهاردة رغم يعني سهولة فريق الدفاع الجوي تدي له ثقة انه يجيب جنين بشوف حاجات بدنية مثلا واحد بعيد شوية كمية جاري وقد ايه مؤثرة في مطش تقيل شوية انت سألت كابتن شريف حاجة بتقوله ان في لعيبة ممكن تلعب مباراة وتقولك ايه أنا كده كده مش في البال ده يبقى هاوي مش محترف ده مش لعيب محترف انا عشان أبقى لعيب محترف ومشاء الله باخد الملايين ديت وليه تقييم الدنيا مفتوحة جدا دلوقتي في كل حتة في مصر وبرا مصر يعني متش زي ده من المحترفين لا بصفة عم انا بتكلم بصفة عم يعني متش زي ده متزاع النهاردة مش بس ممكن تكون جماهير للنادي الاهلي بتتفرج عليه ده ممكن ناس حتى في دول خارجية عربية ولا يعني انا اقصد ان اللعيب اللي بيفكر هذا التفكير ان انا مهما اعمل كده كده مش هلعب اصله المدير الفني مش هيلعبني مهما عملت ده يبقى سازج وعنده قصور في تفكيره لان كلنا يمكن او معظمنا اشتغل كطبعا كلعيب كرة الاول كلنا ثم في ناس شغلت في التدريب او في الادارة او ممكن جدا مباراة ضعيفة جدا تديك انطباع جيد على لعيب انت ما كنتش عامل حسابه قوي او على الاقل بيقرب زهنك منه يعني بيخليك كمدرب تفكر فيه لا ده ده ليه ما تدلوش فرصة مهما كانت ضعف الفرقة اللي انت بتلعبها يعني صحيح فاللعيب لازم تملي يفكر بتفكير محترف ولذلك انت لعبت النادي الاهلي عندهم فرصة ذهبية في ماتش المصري الاستلوم واسترن كامباني وجالهم فرص قبل كده في مجموعة اللي هي مقيدة في الفريق الاول ما بتلعبش كتير زي ما اسم محمود وحيد زي محمد محمود زي صلاح معصن زي حسام حسن وفي مجموعة اللي هما الصغيرين زي نبيل كوكا وزياد طاري والنصير وفاخري والمجموعة دي المجموعة الاولانية اللي هي مقيدة ما بتلعبش كتير مش هيجي لهم فرصة احسن من دي ان انا اقول ان انا استحق ارتدي الاتشيرت الاحمر وان انا اقدر ابقى اساسي في الفرقة او على الاقل لعيب مؤثر من ضمن 14-15 لعيب المدير الفني بيعتمد عليهم لكن ان انا هشتغل شغل موظفين العب ماتش ودي زي ما لعبش زي ما بتمرن زي ما رحت التمرين زي ما جدش وعد بالسنة والسنتين وتلاتة ما ليش اي تأثير ده انا وجهة نظري ليس له وجود في الناد الاهلي اللعب اللي بيفكر هذا التفكير او هو كده ايش مفروض موجود في الناد الاهلي المجموعة التانية بقى لهم الصغيرين زي نبيل كوكا وزياد طاري والمجموعة دي يعني احنا شفناهم في ماتش امبي انا كان عجبني جدا احمد نبيل كوكا انه لعب بثقة في ماتش فرقة كويسة زي امبي وقدى بشكل كويس زياد طاري نزل في اخر شوية برضو قدى بشكل كويس وفي مجموعة شفنا قبل كده نصير مثلا في الماتشوات اللي يبتعت الربطة مغربي يعني مغربي ممكن ماشي لكن انا بتكلم على نصير مثلا لعب وفخري فيه لعبة وعدة وعندهم فرصة عمرهم زي ما قلت جالهم على طبق من فضل اللي هو ماتش المصري بستلوم وستر كامباني فانا يعني طبعا فيه ناس النهاردة شكلها احسن ولكن المباراة الجاية لانها رسمية هتثبت هذا الكلام او لا لكن انا كلمت على احمد نبيل كوكا على اساس انه لعب ماتش امبي وكان كويس